طوابير عريدة صنعت عشرات السيارات القادمة من مختلف مناطق الوطن نقلت مئات المرضى ممن يعانون أعراض السحر والمس والعين لأجل الضفر برقية لدى الشيخ بل حمر ما خلق نوع من الإزدحام والفوضى العارمة صعوب التحكم فيها أنا جيت من مدينة طابلاتة عند الشيخ نرقه هنا يعني يعله كلها اللاباسة لنسي يشكروا فيه جيت المدينة بعيدة من طابلات من دي جيت الهنا لعند الشيخ الغليزان مسلم بل حمر أنا من ميلة من ولاية ميلة كارون طروا ما يعني اسمعنا به وقلعنا به يعني بالزاف يعني إنسان يعني داهية فراس ويعني عجزنا يعني يعني ببعض الأحيان يعني يطلع على المستوى يعني ما نقدروش نفهمه احتاب له دراء إن عدام مقر لجمعية بشائر الشفاء لشيخ بل حمر بغليزان أقلق كثيراً المرضى ممن صعوب عليهم الحال للتداوي عند الشيخ وضع حتى معل الشيخ بل حمر استقبال قاسده ببيته مجبر لا مخير المرضى الذين يأتون من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب حتى من خارج التراب الوطني نجد أنفسنا محرجين في كيفية التعامل معهم بأرياحية نتمنى من يتفهمنا وهذه رسالة موجهة لمن يهمه الأمر أن يمد لنا يد المساعدة هذا من باب الإنسانية فقط ليس من باب آخر ونرجو أن نجد أذاناً ساغية سواء من السلطات المحلية عن مستوى غلزان أو مستوى العاصمة أو المركزية حاجة جمعية بشائر الشفاء لمقر لاستقبال المرضى أصبح ضرورياً لتوفير الراحة لقاسدي شيخ بل حمر الذي حقق شهرة خرافية فهل ستستجيب له السلطات وتمنحه ترخيصاً لفتح مقر للجمعية لمزاولة نشاطه المفضل